نظر المستشركون للآية رقم 48 من سورة البكرة والآية رقم 123 من سورة البكرة وقالوا أن هذا تكرار في القرآن الكريم وأنه دليل على ضعف القرآن الكريم ونفع علماء المسلمين ذلك وقالوا أن التكرار في القرآن الكريم ليس فقط من أجل التكرار ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال وليس في القرآن تكرار محض بل لابد من فوائد في كل خطاب ونفى هذا الاتهام أيضا فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وقال هناك بين الآيتين تشاب الظاهري ولكن في الحقيقة هناك معنى لكل آية مختلف عن الأخرى فالحديث في الآية الأولى عن النفس الشافع عن النفس الصالحة أما الحديث في الآية الثانية عن النفس الكافرة النفس المشفوع لها فالنفس في الآيات الأولى هي النفس الشافع قال تعالى ولا يقبل منها شفاع فالحديث في الآية الأخرى عن النفس المشفوع لها قال تعالى ولا تنفعها شفاع وهذا من حسن بيان وبلاغة القرآن الكريم جزاكم الله خيرا